في الفيديو ده هتكلم معكم عن 3 ادوات مفيدة جدا وممتعة بتعتمد على الذكاء الاصطناعي الادوات عبارة عن تطبيق تقدر تغير صوتك live في الوقت الفعلي وموقع ويب بيقدر يعزف اي عنصر من الصورة باحترافية كبيرة وبرنامج مونتاج فيديو احترافي فيه ميزات بتعتمد على الذكاء الاصطناعي ومنها ازالة الخلفية من الفيديوهات بدون ما تكون بتستخدم كرومة خضرة اهلا وسهلا بيكم انا محمد غراب وبرحب بيكم في فيديو جديد الفيديو ده مش هيكون اخر فيديو نتكلم فيه عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي المفيدة لذلك ما تنساش تتأكد انك عملت لايك للفيديو وكمان اشتركت في القناة وفعلت زر جرس التنبيهات للكل الا ده الاولى اللي هنتكلم عنها النهاردة هي عبارة عن تطبيق اسمه voice mode بكل بساطة التطبيق بيسمح لنا بتغيير صوتنا live او real time او في الوقت الفعلي واحنا بنتكلم التطبيق ببساطة بيعتمد على صوت ممثلين بيسجلوا نصوص كتيرة بصوتهم وبعدين عن طريق الذكاء الاصطناعي بياخدوا الصوت بتاع الممثلين دول وبيبنوا عليه نمازج صوتية من خلال استخدام النمازج الصوتية دي بيقدر التطبيق يغير صوتك في الوقت الفعلي بمجرد ما ننتهي من تحميل البرنامج نعمله تثبيت نضغط finish عشان البرنامج يفتح نضغط get started علشان نسجل حساب في البرنامج نستنى دقيقة لحد ما البرنامج يخلص التحميل بتاعه وفي النفذة دي وتحت select your microphone نختار المايكروفون الاساسي اللي احنا بنستخدمه وهنا بنختار السماعات وغالبا البرنامج بيكون مختار الافترضيين في جهازك وبعد كده نضغط على continue وبعدين all done بعد كده نختار اي صوت من المجموعة المجانية في البرنامج انا شخصيا بحب صوت generator من قائمة character او الشخصية تقدر تختار اصوات مختلفة هنروح نفتح البرنامج اللي احنا حابين نسجل فيه الصوت انا شخصيا هجرب في ادوبي اوديشن ومن قائمة edit هنختار preferences وبعدين audio hardware هنيجي في default input ونختار المايك اللي باسم البرنامج اللي هو voice mode virtual audio device وبعدين نروح نضغط على زر التسجيل ونقول test 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 تعالوا كده نسمع الصوت اللي تسجل test 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 clean up kit shares هو تطبيق ويب بيعمل من خلال المتصفح بيسمح لنا نحذف اي عنصر او كائن من اي صورة بكل بساطة هنفتح الموقع من خلال المتصفح ونقدر نختار نمازج صور جهزة من الموقع علشان نجرب عليها وعلشان نستخدم صورة من عندنا اما بنضغط هنا في المستطيل ده او بنسحب الصورة من الجهاز ونفلتها في الموقع بالشكل ده احنا قدام اختيارين اما نسجل في الموقع علشان نحصل على اعلى جودة للصور مجانا لمدة 3 ايام ونقدر نسجل حسابات لا نهائية او الاكتفاء بجودة SD او 720 بيكسل وده الاختيار اللي احنا هنمش عليه في الفيديو بنختار حجم البراش اللي هنحدد بها العنصر على حسب ما يترقى لنا ونقوم بتحديد العنصر المراد حسفه بواسطة البراش وبمجرد ما بنسيب زرار الموس الزكاء الاصطناعي بيحزف العنصر وبيعوضه بشكل محترف يضاهي خاصية الكونتنت او ويرفل في الفوتوشوب كاب كات هو تطبيق مجاني لتحرير مقاطع الفيديو برنامج منتاج يعني بيعتمد التطبيق على تقنيات الزكاء الاصطناعي في العديد من المميزات اللي بيقدمها ابرزها هو ازالة الخلفية من الفيديو بنقرة واحدة وتحسين جودة الفيديوهات بدون الحاجة لاستخدام الكوروما الخضراء البرنامج متوفر فيه اصدار اونلاين تقدر تستخدمه من خلال المتصفح لكن طبعا بامكانيات محدودة شوية اللي احنا محتاجينه هو تحميل البرنامج لنظام ويندوز ونثبت البرنامج بالخطوات البسيطة دي وبعدين نضغط على start now نضغط على start creating علشان نعمل مشروع جديد نضغط على import علشان نجيب مقطع فيديو ونشتغل عليه نسحب المقطع نحطه على timeline وبعد كده تأكد انك محدد مقطع الفيديو وواقف في تبويب فيديو وبعدين نضغط على cut out ونفعل الاختيار auto cut out وزي ما انتو شايفين الزكاء الاصطناعي بيعمل processing نستنى لما يخلص معالجة الفيديو تعالوا ندوس play ونشوف النتيجة النتيجة روعة جدا وببساطة نقدر نرفع الفيديو في طبقة اعلى ونجيب اي خلفية تانية نحطها تحت المقطع البرنامج كمان فيه ميزة التعرف على الوجه من خلال الزكاء الاصطناعي لو رحنا لتبويب enhance حنلاقي اعدادات نقدر من خلالها نعدل في تفاصيل الوشنا ونضيف تأسيرات كثيرة جدا اتمنى تكونوا وجدتوا شيء مفيد في الفيديو وما تنسوش تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب واشتركوا في القناة لو ماكنتوش مشتركين وفعلوا زر جرس التنبيهات للكل علشان يوصلكم اشعار لما يكون في فيديو جديد مش هطول عليكم انا محمد غراب واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله سلام